السلام عليكم يا أخي لازم نواجه الحقيقة أو بصراحة بعضكم لازم يواجه حقيقة نفسه وحقيقة نفسه هي إنك ضايع ومغيب وبيتم قيادتك في إطار القطيع وأنا آسف على الكلام ده بغرم من إيماني إنه حقيقة الموضوع بقى له تقريباً أكتر من عشرة يام وما فيش أي تحرك أو كلام أو دعوات استنكارية ولا حتى أي تصريح شديد اللهجة ضد تركيا أيوة تركيا طبعاً ده زمن النفاق زمن الإخوان لعلمكم وزارة التعليم التركية عملت منهج دراسي لمناطق الشمال السوري اللي بتسيطر عليها أو بتحتلها وحطت فيه رسوم مسيئة لسيدنا الرسول عليه أفضل لدرجة إنها بكل وقاحة بتحط صور عريس وعروسها والكلام عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة خديجة ده غير موضوع مرضعة النبي وعلاقته مع بنته السيدة فاطمة كلام بيمس الدين وشخص النبي عليه الصلاة والسلام ده غير إنهم حطين خريطة للوطن العربي وكاتبين مكان الخليج العربي البحر الفارسي وكل ده تحت إشراف وزارة التعليم في جمهورية تركية اللي صدعنا بها الإخوان على إنها بتحمل إسلام صور زي دي فيها إهانة مباشرة واضحة للإسلام ولمسلمين لسه ما شفناش أي استنقار أو تحرك من الشارع العربي وده ليه؟ ده لأن الشارع العربي أصبح زي القطيع لمؤرزة فيه إعلام جماعة الإخوان الضلال بيسيطروا عليه جماعة الإخوان بالدين بالولاء لتركيا وأردوران لذلك هم مش مستعدين إن هم يدفعوا عن رسول الله دلوقتي لأن خليفتهم العلماني أردوران زنبو مرفوع وسعي ومشكور حتى لوزارة التعليم التركية اللي تحت مسئوليته قامت بإهانة الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك مش هتلاقي جماعة إلا رسول الله من الإخوانجية بيقولوا ولو كلمة واحدة ضد تركيا أو جملة واحدة بيدعوا فيها لمؤطعة تركيا لا 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 تركيا زنبها مرفوع يا جدعان انتوا بيقولوا إيه؟ أهالي الشمال السوري طبعا بسكتوش تشتكوا وحرقوا الكتب دي لأنهم مقبلوش بالعلمانية التركية اللي بتعامل الإسلام على إنه مجرد دين زيه زي غيره وزارة التعليم التركية رقعت الموقف ورمتها في ملعب المؤسسة اللي بتشرف على الضاعت وعمل المناهج دي مع العلم إن المؤسسة دي بتعمل المناهج بحسب توصيات وزارة التعليم التركية ووزارة التعليم التركية المفروض إن هي بتراجع الكتب دي قبل طبعها لذلك بقول إن شعراتكم يا كدبين يا إخوانجية بتاعت إلا رسول الله شعرات كدابة لأنها لناس وناس لأ وعليه السلام بريء منكم لأنكم بتجرب اسمه لصالح أجنداتكم السياسية مش حمية منكم على الدين إطلاقا الموضوع بقاله أكتر من أسبوع ولا شفن حملة معطعة ولا نص كلمة ضد تركيا لأن زنبها مرفورة عند معشر الإخوان بينما لما تحصل هفوات أو تصريحات أو شطحات أو إساءات من بعض العلمانيين أو الليبراليين اللي مش بيمثلوا لنفسهم سواء في مصر أو في السعودية أو في الإمارات أو في أي دولة عربية أيا كانت أو أيا كان نظامها طالما أن الدولة دي مش على مزاج الإخوان ومش منبطحة لتركيا بقى يا خرابي على اللي حيجرى بقى قد عندك تكفير للدولة والنظام والأطميات وتمرير أجندات للصبح واضح إن تركيا ركبة على الإخوان والإخوان ركبين عليكم يا عرب قديني بقول لكم تركيا عملت منهج دراسي في إساءة للرسولة عليها صلاة والسلام واروني بقى حميتكم من أجل الدين ضد تركيا ولا أنتم بس تخصص دول أو دول لا بحسب ما الإخوان يوجهوكم يعني والله ولا حتعملوا حاجة لإنكم مركوبين ومن غير لمؤخزة كمان وحتفضلوا زي القطيع وكفاء لا أسعى لحد كده وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة